اشتركوا في القناة في المناطق الوسطى وكذلك رياح قوية نسبيا ستميز المرتفعات الداخلية الغربية جنوبا سحب دون فعلية على شمال الصحراء الصوراء والواحات وتكون مشمسة بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب مع نشاط الكثير من الزوابع الرملية تصعد الرمال سيميز كافة مناطق الداخلية الوسطى وكذلك الغربية الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستكون باردة بتبسى درجتين فقط 4 درجات بالجلفة أما على السواحل ما بين 10 إلى 13 درجة بالنسبة للمناطق الجنوبية 8 درجات ستسجل ببسكرالواد المغير وتنجوردك حتى بورغلا وحسيم سعود 16 درجة بأضرار عين صالح وحتى ببرج بجمختار وال20 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب خلال ظاهرة الغد الحرارة قصوى تعرف بعض الارتفاع نحو المناطق الغربية 22 درجة بوهران 23 درجة كعلى مقياس بيتنمسان 16 درجة فقط بالعاصمة بيتزيوزو وتيارت وقسنطينة أقول 21 درجة بنسبة لسكيكدا وعنبا 14 درجة بباتنستيف 9 درجة فقط بالجلفة بينما سترتفع إلى 14 درجة ببسكرا والواد 23 درجة بغردايا 24 درجة ببشار تقرب 31 درجة بأضرار وإنسالح وأعلى مقياس سيكون بأقصى الجنوب خاصة بإنجزام ستقرب 36 درجة مئوية بالنسبة للبحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب على كل السواحل الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا تقرب 50 كم في ساعة تأتينا من شرقية إلى جنوبية شرقية أحيانا تدور إلى شمالية شرقية بسواحل الغربية بالنسبة لبعض عواصم جنوب قارة إفريقيا أمطار رعدية ستميز أديسابيبا بـ 23 درجة مئوية نفس الأجواء بـ 28 درجة مئوية 23 درجة مع أجواء غائمة بكيبتاون كينشاسة أجواء غائمة جزئيا بـ 34 درجة بينما مشمسة على باقي العواصم تقرب الحرارة 24 درجة باللوساكا بينما ترتفع إلى 38 درجة مئوية بأبو جا وقت شرق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا وـ 47 دقيقة مشاهدين أشهدين ترجمة نانسي قنقر